كما تدرس المجلس وصدق على مشروعي مرسومين الأول يهم فتح أجل جديد لإذاع طلبات لاستفادة من التفويت المنصوص عليه في المادة 4 عامل القانون 0501 المتعلق بتفويت بعض القطع الأرضية الفلاحية أو القابلة للفلاحة من ملك الدولة الخاص إلى مستغلها بصفة منتظمة قدمه سيد كاتب الدولة التنمية القروية نيابة والمياه والغابات نيابة عن سيد وزير الفلاحة والصيد البحري وتنمية القروية والمياه والغابات ويهدف هذا المشروع إلى تغيير وتسميم المرسوم جوز 0107 الذي يحدد أجل وضع طلبات تفويت وذلك من أجل تمكين الفلاحين مستغلين لهذه الأراضي الذين لم يتمكنوا من وضع الملفات المتعلقة بطلباتهم في الأجل المحددة في المرسوم السالف الدكر بفتح أجل جديد لمدة سنتين تبتدئ من تاريخ نشر هذا المرسوم بالجاردة الرسمية الأمر يتعلق بحوالي 20 ألف هكتار منذ عقود كانت منحة من أجل استغلال حوالي 20 ألف فلاح وجرى فتح قبل سنوات أجل سنتين من أجل تسوية وضعيتهم تفويتها وتسوية الوضعية لفائدات المستغلين عندما فتحت هذه العملية في هذا الأجل الزمني لم يتمكن فقط حوالي 500 فلاح تقريبا 500 هكتار التي تم تسويتها وبقيت حوالي تقريبا 19 ألف وخمسمائة هكتار لم تقع تسويتها اليوم بهذا المرسوم سيقع فتح أجل إضافي أجل جديد لمدة سنتين تبتدئ من تاريخ نشر هذا المرسوم الجيد الرسمية من أجل تمكين هؤلاء الفلاحين من تسوية وضعية هذه الأراضي ونقل ملكيتها بشكل دائم وكامل إليهم